الحقيقة لفتة النهاردة الجمهوري الزمالك هي لفتة كبيرة ولفتة مهمة في ناس بتقولك ان او ناس يعني بعض الناس ان بارح كتابوا لي اه اللعب انت ما تعرفش الظروف تعرفش صبحي ليه كام ما تعرفش فتوح ليه كام ما تعرفش التزاماتهم ايه انا فعلا ما عرفش كل الحاجات دي ولربما الحاجات دي يكون حقيقة ولربما يكون اليوم ما بالك كتير بقالهم فترة ما اخدوهاش كل ده تمام وحق اللعيب ما لوش علاقة خالص بالله حصل ما لوش علاقة خالص بالله حصل ما لوش علاقة خالص بالله حصل اللي مش عارف ايه متنادي الزمالك اللي مش عارف ايه متنادي الزمالك يبقى فيه مشكلة يبقى ما يستحقش يلعب لان عمره ما حيدي هو مش فاهم انت في ايه يعني انت مش فاهم انت في ايه مش فاهم انت لابس ايه مش فاهم اتشارة اللي انت لبسها دي عظماء أشرف قاسم ولبسها شامي أكن ولبسها أحمد رمزي ولبسها طريق إحياء أنت مش فاهم الموضوع إيه أنت الموضوع تايه منك أنت فاكر القصة بسيطة يعني موضوع سهل أنت مش فاهم يعني إيه جمهور بالملايين مستني زعلان حزين مبسوط أنت مش فاهم أنت دي مش مستوعبها أنت ما دخلتش بيت في زمال كوية وشفت حالة الزعل أنت ما شفتش الزمال كوية ما بيكسب الفرحة عاملة إزاي وما بيخسر القصة عاملة إزاي أنت مش فاهم أنت المشكلة القصة أن أنا عندي شكات بيت شكات عربية إيه سلزمات حقك حقك مليون في المية طلع دي بره دي بس الناس دي كمان اللي قدامنا ليه حق الناس دي بتضيع من عمرها وبتدفع فلوس وبتضيع من وقتها وحياتها عشان الكلان اللي بيحبوه عشان يجوا يشجعوه ويسقفوه لك والناس دي سبب شهرتك والناس دي ليها حق عليك إلعب لآخر ثانية ويعرق لآخر ثانية خدت قرار الرحيل ربنا يوفقك ولكن أن أنت تضرب مفك في الكيان بالشكل ده مستحيل صعب التلات لعيبة دول حطوا حطوا مجلس إدارة الزمالك ظهروا في الحيطة زي ما بيقولوا بالبلد ما عنديش حلول تاني ما عنديش حلول عارفين إما واحد يتعرض لموقف خطر واحد وقب في الصحراء عصابة تهجم أي حاجة تهجم عليه ما عنديش حلول تاني معاك ولادك أنا ظهري في الحيطة ما عنديش ما سبتليش حل ما سبتليش حاجة الموقف ده هم ما سابوش لمجلس إدارة الزمالك حاجة بمنتهى الصراحة وتاني وتالت ورابع تحية كبيرة لهذا القرار وحفظ المأيده وحفظ لأقول إن ده قرار طربوي تاريخي الأمور الفنية كسب الزمالك خسر الزمالك أخذ وقت وابل ما جابه لعيبة فتحه القيد مش ده الموضوع القصة مش ده الموضوع طيب القرار ده مين حيدفع تمنه القرار ده مين حيدفع تمنه القرار ده أكتر تلاتة حيدفعوا تمنه هم التلات لعيبة واحد يقول لي يا عم لعيبة إيه ده حيمضي هنا وده حيمضي هنا وعروض وإنسى الموضوع مبدئيا كده مبدئيا كده الزناري أنا هتديركم يعني إيه حالة حالة كده الزناري لو مشي من الزمالك خسر جزء كبير جدا من تاريخه في الكورة مهما راح في أي حتة مهما ليعرف في أي حتة ربنا يا وفقه خلاص أنا ما بكملش مع العيد في مشكلة باتكلم على الحالة اللي قدامي محمد صبحي محمد صبحي حيروح فين يعني سكته هتبقى فين أي حتة حيروحها أي حتة حيروحها حتبقى بعيدة خالص عن نادي الزمالك نادي الزمالك هو أقرب بوابة لصبحي لمنتخبنا الوطن صبحي حيكون موجود في المنتخب الوطني الفترة القادمة في بعض وجهات النظر في ناس بتقول إن مجلس إدارة نادي الزمالك كلم مجلس إدارة اتحاد الكورة إن اللعيبة دي إحنا عقبناهم وقفناهم مايروحوش أو مايتخدوش المنتخب لأنه ده قرار تربوي وبعض الناس طلعت وقالت لك في مواقف ممثلة كابتن حسن شحاتة أخذ الحضري وهو هرب من النادي الأهلي وأخده كتأزمة مع النادي الأهلي المنتخب ملوش علاقة كل الكلام ده ولا أي حد ولا هو مشهور مش عايز استحد يعني ولا أي حد ليه علاقة إن هو ولا يهاب الكومي لأنه هاب بحبه بكنله كل احترام يعني قصدي أي شخص يعني ملوش أي مسئولية إن هو يناقش قرار ولا يتدخل فيه ملوش أي مسئولية إن يناقش قرار يعني جمال علام مقدرش يجيب فيتوريا ولا حاسب مامي يجيبه يقوله يعني يسيبك من قصة فتوح وصبح دي لأن الموضوع والحكاية والرواية إنسى إنسى أنا بقول لحضرتك إنسى تقول لي أنت بتقول لي إنسى منين يعني أنت جاي بالثقة دي منين أنا جاي بالثقة دي من فيتوريا نفسه أنا جاي بالثقة دي من فيتوريا نفسه فيتوريا نفسه كان موجود في مباراة الزمالك وزاد أنا بحكي لحضراتكم حاجة بقى هي لا أقول لكم من مقربين ولا مش من مقربين ولا أي حاج خالص فيتوريا نفسه كان موجود في مباراة الزمالك وزاد وسمع الوقع بتاعة صبحي وفتوح ورد فعل فيتوريا والله العظيم حلفان على الهوه أول مرة أقوله إننا إننا الكلام اللي بحكولكم ده هو اللي حصل بالحرف فقال لي أكيد القصة دي منقوصة أكيد القصة دي نقصة قلت له نقصة إزاي يعني؟ قلت له قال لي أكيد القصة دي نقصة فأنا قلت له طيب القصة دي نقصة قال لي ما هو مش معقولة مش معقولة اللعيبة دي تعمل كده يعني صعب يعني قلت له طب إنت اللعيبة دي اللعيبة دي لو عملت كده النادي حيقفها هتاخد اللعيبة دي ولا مش تاخدها قال لي لسه ما فكرتش في الموضوع سألته قلت له قلت له هل اتحاد الكرة هيكون فيه قال لي محدش يقدر يتكلم معايا في التشكيل يعني محدش يقدر يتكلم معايا هضم مين هاخد مين اش هاخد مين خالص طالما اللعيب مش ماقوف دولي انا اشوف انا هاخد ايه اذا الجيم مفتوح مع فيتوريا ان واحد يقول لحضراتكم ان حد من مجلس الادارة يقدر يتدخل في هذا الشأن انسى ولا حازم امام نفسه انا عارف الناس هتحط حازم زمال كاوي او فلان او بركاء انسوا القصة دي انسوها خالص طيب هل فيتوريا عشان اكمل لكم برضو القصة يعني فيتوريا ما طلقتش منه بجملة في الاخر قال لي لا عد يقول لي خذ ولا ما تاخدش ده قراري انا انا اشوف الحلوة قراري انا المعلومات بقى هنا الاول جزء الاول ده من فيتوريا جزء التاني المعلومات فيتوريا حيدم فتوح وصبحي ولا لأ المعلومات اللي عندي بعد ما لفت لفة كده طويلة حواليه يعني حوالين حاجات كتير لا ان قرار فيتوريا حيبقى عدم انضمام لاتنين لعيبة عدم انضمام لاتنين لعيبة وافتكروا حضراتكم كلامي كويس لاتنين لعيبة دول فتوحوا صبحي لان دول كانوا راحوا لنقطة بعيدة راحوا لنقطة بعيدة حيدفعوا ثمان الموقف ده غالي سيبكم من الفلوس والتعاقدات وقصة يعني انت بتقرب من منتخب عندك فرص كبيرة في وقت في وقت في وقت وبعدين ممكن تاخد خطوة تأخرك شوية فاللي انا بقوله لحضراتكم ده افتكروه ان الاتنين بنسبة كبيرة منكم ما يكونوش في المنتخب معلومة مش اكيدة عندي دي معلوماتي فممكن ما يكونوش موجودين في المنتخب والاتنين الموقف ده هيكلفهم كتير جدا تعالوا نشوف البديل مين اشتركوا في القناة